تباحث الوكيل العام للمالك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة السيد الحسن الداكي مع منسقة وكالة مكافحة للتجار بالبشر بجمهورية الكونغو الديمقراطية السيدة سيسيل ريبيكا ميتا كاساندا بشأن التعاون الثنائي في هذا المجال هي أيضا كذلك مناسبة لإطلاعها على دور النيابة العامة ورئاسة النيابة العامة في هذا المجال كما هي مناسبة أيضا لإطلاعها على مكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال انظمة العدالة لا سيما ما يتعلق باستقرار السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وسوف يكون مجال لإبراز أوجه التعاون في هذا المجال ويشكل اللقاء مناسبة للتبادل بشأن دور رئاسة النيابة العامة في هذه القضايا واستعراض التجربة المؤسساتية والتشريعية المغربية في مكافحة هذه الممارسات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر كما الوقاية منه تطلع رئاسة النيابة العامة بدور جدهام في تفكيك الشبكات الإجرامية حيث أن النيابة العامة بصفتها هيئة للمتابعة مدعوة لمساعدة السلطات القضائية من أجل توصيف أدق للوقائع واقتراح الأحكام الملائمة في مرافعاتها ويندرج اللقاء في إطار الزيارة التي تقوم بها السيدة ميتا كاساندا والوفد المرافق لها إلى المغرب والتي تستمر لأيام للاطلاع على التجربة المغربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه ترجمة نانسي قنقر